المساجد الثلاثة هذا تأصيل تاريخي الجواب الفقهي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة في المسجد الحرام بأنها بمئة ألف صلاة فيما سواه وقال عن المسجد النبوي صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه قبل أن نفي إلى المسجد الأقصى ونبين الحكم نقول إن جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة في المسجد الحرام المراد بها المساجد في الحرم المكي كله أي في المسجد الذي يحيط بالكعبة المعروف بالمسجد الحرام أو في مكة كلها أي في مكة الحرم مثلا في مينن في مزدلي فهذه كلها حرم فكل ما هو داخل الحرم فهو بمئة ألف صلاة وما كان خارج الحرم في الحل مثل عرفات مثل الجعرانة مثل التنعيم فهذه تبقى على أصلها لا تدخل في الفضل بخلاف مسجد المدينة فإن أهل العلم يقولون وهذا يكاد يكون عليه إجماع أن الصلاة فقط في المسجد بألف صلاة أما غير ذلك من مواطن المدينة وهي حرم فإن الصلاة فيها تبقى على الأصل هذا ما يتعلق بالمسجدين المباركين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بقينا في المسجد النبوي بقينا في المسجد الأقصى الله أزوجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلا ريب أن المسجد الأقصى مسجد مبارك وفي الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أي أن العبادة فيها تفضل وباقي المساجد تبقى على أصلها المسجد الأقصى لدينا حديثان حديث يقول إن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وآخر يقول حدثة بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه ومن يتذاكرون فضل الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الأقصى فقال عنه عليه الصلاة والسلام لنعم المصلى أي نعم المصلى مسجد الأقصى وصلاة في مسجد هذا أي النبوي بأربع صلاوات فيه فعلى هذا يتحرر أن الصلاة في المسجد الأقصى بمائتين وخمسين صلاة وهذا الحديث أقوى إسنادا وأصح من الحديث القائل بأن الصلاة في المسجد الأقصى خمسمائة صلاة والعلم عند الله المؤمن يعلم أن المساجد بيوت الله يحرص على أن يأتيها أي أن كانت سواء هذه المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد فإن الله عز وجل يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليه امتجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار سواء